الطبر يروي في تاريخه في الجزء الثاني الصفحة 676 يقول وجاء سودان بن حمران ليضربه فانكبت عليه نائلة ابنته الفرافصة واتقت السيف بيدها فتعمدها ونفح أصابعها فأطن أصابع يدها وولت فغمز أوراكها غمز الموضع وقال إنها لكبيرة العجيزة وضرب عثمان فقتله إذن هذه الروايات ماذا تكشف إخواني لاحظوا مسألة مهمة من مجموعة مصادر من مصادر أهل الخلاف أن القوم دخلوا على دار عثمان أحرقوا الباب واختحموا الدار وانتهكوا حرمة عثمان بهذا الانتهاك القبيح حسب ما هم يرون إلى درجة أن أحدهم أمام مرأى عثمان غمز أوراكنا إلى زوجته ضرب عجيزتها وقال إنها لكبيرة العجيزة هذا كله أمام عينه ومع ذلك لم يفعل عثمان شيئا لا أنه ثار ولا انتفض ولا قال أعلى عرضي يا قوم مثلا لا أخذ سيفا شيئ ما فعل درجة موسيقى سي جانم سي جانم